يا عباد الله انتبهوا واستعدوا ولم نذكر هذه العلامات من باب العبث او زيادة المعلومات او ذكر بعض الامور من باب التسلية او غيرها لكننا ذكرنا هذه الامور يستعد العبد فان الناس في غفلة وكلما ازداد ومر الزمان فان الغفلة تزداد وان الجهل يكثر والعلم يقل حتى يأتي على الناس زمان كما ذكرنا لكم يأتي على الناس زمان يرفع فيه القرآن وترفع فيه المصاحف ولا يقرأ في الارض القرآن ولا تجد حتى آية تقرأها بل يأتي على الناس زمان لا يقال في الارض الله الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار مأواهم النار بما كانوا يكسبون فمن رضي بهذه الدنيا ولم يسعد للقاء الله عز وجل فهو لياذ بالله من الغافلين الذين توعدهم الرب جل وعلا بالنار نحن الآن لازمنا نعيش في علامات الساعة الصغرى التي كلما مر زمان كلما اقتربنا فيه من اليوم الآخر وهذه العلامات التي ظهرت ما ذكرناها في المحاضرة الماضية دليل على خراب هذا العالم مثل الميت أرأيتم يا عباد الله الميت الذي يحتضر تمر فيه علامات ربما يصاب ببعض الأمراض ربما تتوقف بعض أجهزته ربما تتغير بعض قوانين جسمه ربما تختل بعض أعضائه يختل هذا أكبر دليل على أن هذا الرجل بدأ يحتضر وهكذا العالم اليوم يحتضر والدنيا قد آذنت بزوال والعالم سوف يخرب والتاريخ سوف ينتهي ونحن في شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العلامات ليستعد العبد وليتجهد للقاء الله عز وجل قال الرب جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغيره واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سوف تكون هناك حروب قبل بداية العلامات الكبرى وهذه نهاية الدنيا حقيقة قبل أن تبدأ العلامات الكبرى ستكون هناك حروب وفتن وملاحم ملاحم كبرى وسوف يقف المؤمنون أولا بينهم وبين النصارى بين بني الأصفر فكل هناك معاهدة وهدنة ويقاتلونهم مع النصارى مع الروم عدوا من ورائهم ولم يسمي النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العدو هل سيكون هذا العدو هم الشيوعيون هم الهندوس هم الصينيون هم الملحدون هم الله أعلم من العدو التي سوف نقاتل مع الروم هذا العدو ثم بعد أن ينهزم هذا العدو يغدر النصارى وهذه عادتهم وهذه طريقتهم فإذا غدروا يكون بين المسلمين وبين النصارى مقتلح وملحمة كبيرة يأتي النصارى بجيش يقرب من المليون جيش يقول عليه الصلاة والسلام يأتونكم تحت ثمانين غاية يعني مثل الراية ربما تكون ثمانين دولة ثمانين سرية الله أعلم ثمانين راية قال تحت كل غاية يعني كل راية اثنى عشر ألفا ولو حسبتهم سوف يكون ما يقارب المليون إذن نهاية العالم قتال في سبيل الله وجهاد لنصرة الإسلام والدين من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فأولئك الذين يزعمون أن الجهاد قد انتهى وأن الإسلام ليس فيه جهاد وأن القتال والجهاد هذا مما مضى عليه وعفى عليه الدهر وأن الإسلام يجب أن نعيش بسلام مع الحضرات ومع الأديان كلها نقول لهم هم ساكين هم يخالفون سنن الله الكونية والشرعية وهم ربما ما قرأوا هذه الأحاديث ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من نفاق فيبدأ القتال وتبدأ المعركة وكما ذكرنا لكم في محاضرة الماضية أن في هذه الأزمنة وفي ذلك الوقت يظهر رجل اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام واسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام يعني اسمه محمد بن عبد الله وهذا الرجل فاطمة يعني ابن علي فهو حسني فاطمي علوي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وليس كل من ادعى أن هو المهدي في هذا الزمن نصدقه ونتبعه لا له علامات وأخبر النبي أنه يخرج في زمن ملئ ظلما وجورا ظلم ينتشر في الأرض أسألكم بالله يا من تسمعون الآن هل الأرض اليوم ملئت عدلا ملئت قسطا أم ملئت ظلما وجورا والله نحن ربما نكون في هذا الزمن والعلم عند الله جل وعلا والعلم عند الله ربما يكون الدجال الآن موجود ربما يكون المهدي مولود ربما هذه الأمور مجهزة لا تقول يا شيخ أنت تبالغ أن أقول لك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظن أن أبي صياد هو الدجال في زمنه أخبر الصحابة إن يعيش يعني إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجي جهدونكم يعني ربما يخرج الدجال وأنا حي إذن ما لدى نقول اليوم وربما تكون الألامات الساعة الكبرى الآن ليس يعني بيننا وبينه إلا قاب قوسين أو أدنى والعلم عند الله عز وجل وحده يخرج هذا الرجل المهدي ويبدأ الناس يبايعونه وكما ذكرت لكم يخرج على إثن موت خليفة ويختلف على الحكم وعلى الملك ثلاث كلهم أبناء خليفة ويبدأ الناس يختلفون فيخرج هذا الرجل وهو المهدي لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وهذا الرجل أجلى يعني ينحسر شعره عن مقدم رأسه شكله إذا لا تم تعرف شكل المهدي يعني شعره ارتفع الرأسه قليلا وأقنى يعني احدوذب أمفه يعيش هذا الرجل في الأرض سبع أو ثماني سنين وأكثر في عهده الخير ويتوافد الناس إليه الآن الناس المسلمون في العالم يبحثون عن الجهاد في سبيل الله ويتمنون القتال في سبيل الله لكن ينتظرون قائدا يقودهم نحن لا نقول انتظر المهدي ولكن نقول في زمن المهدي الناس يقدمون من الأرض كلها يريدون الجهاد في سبيل الله فيتوافدون إليه يبايعونه على القتال فهو الرجل الذي يقود الناس يقاتل النصارى فيصير قتال يقول لب صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تقاتلون الروم قتالا شديدا يوم لا يقسم مرا ولا يفرح بغنيمه يقاتل الناس ويجتمع الروم يعني في الشام يجبع النصارى جيشهم في الشام ليقاتلوا أهل الإسلام يقول وتكون عند ذلك القتال ردة شديدة يعني الناس يكونون في ذلك اليوم في الصاط إما في الصاط إيمان لا نفاق فيه أو في الصاط نفاق لا إيمان فيه يعني حتى قال النفس سمى تلك الفتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لقامته لطمح فإذا قيل انقضت تمادت يعني الناس تقول خلاص انتهت الحروب وانتهت الفتنة كلما قالوا هذا ازدادت الفتنة واشتد القتال ونسأل الله العافية في ذلك الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا في ذلك اليوم لا يتخلف عن الجهاد إلا معذور يعني أعمى أو أعرج أو مريض أو غيره أو يكون من أهل النفاق والعياذ بالله والمسلمون يقاتلون حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبه فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل يعني بين المسلمين والروم والنصارى وهؤلاء كل غير غالب يعني يصير قتال شديد وما أحد يغلب ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم هكذا كلما يصير قتالا شديدا يقول حتى إذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام يعني أهل الإسلام ينهدون كل ما عندهم يخرجونه يقول فيجعل الله الدبرة عليهم يعني يهزم أهل الروم والنصارى ويتقدم المسلمون وربما يكونوا في ذلك اليوم في ذلك الزمان تفتح الأسطنطينية إسطنبول مرة ثانية ثم يتقدم أهل الإسلام ويدخلون إلى أوروبا الله أكبر في ذلك الزمان تتقدم الجيوش الإسلامية فتفتح أوروبا وتتقدم وتتقدم حتى يصلون إلى إيطاليا تعرفون ما إيطاليا؟ يعني هو مقر الفتكان يعني مقر النصارى علماؤهم أحبارهم رهبانهم يعني رؤساؤهم في إيطاليا اليوم الروم ويفتحها المسلمون الله أكبر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يتقدم المسلمون إدخلون إلى أوروبا في ذلك الوقت ربما الشيطان الآن خاف ويخاف أن أوروبا كلها تفتح والناس يدخلون في دين الله فيصرخ فيهم يصرخ فيهم أن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم تخيلوا المنظر المقاتلون خرجوا للجهاد في سبيل الله تركوا من؟ تركوا نساءهم؟ تركوا أطفالهم؟ تركوا أهاليهم؟ والضعفاء والمساكن هم الذين بقوا في بلادهم؟ والشيطان يصرخ أن الدجال قد خرج خرج الدجال وزوجتك في بيتها أولادك لوحدهم أطفالك هم الذين بقوا طبعا الآن صرايا المسلمين وطلائعهم توقفت الدجال خرج الآن وقت كل واحد يذهب إلى بيته هذه أعظم فتنة على وجه الأرض الآن خرجت الآن هذه الفتنة التي أخبر بها النبي من سمع بها فلينأ عنها يهرب الآن الواحد خايف على أهله وعلى أولاده وعلى بيته فيرسل المسلمون طليعا تتأكد من الخبر هل صحيح أن الدجال خرج أو لم يخرج فيبعثون عشرة فوارس طليعا يعني يتأكدون من الخبر يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ الله أكبر هم خير الناس في ذلك الزمان يسرعون الشيطان ذكر هذا ليوقف الجهاد ويوقف الفتوحات ولكن لما يرجع المسلمون إلى الشام ويتأكدون من الخبر فإذا بالدجال يخرج في ذلك الزمان يخرج من غضبة يغضبها يغضب الدجال كيف تفتح البراعات وكيف يقبل الناس على الدين وكيف ينتشر الجهاد في سبيل الله فيغضب الدجال غضبة فيخرج والعياذ بالله أعظم فتنة على وجه الأرض إنه من؟ إنه الدجال نسأل الله أن يعيدنا وإياكم منه من الذي سيثبت؟ يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إنه من ابن آدم يدعي أولا النبوة ثم تظهر على يديه كرمات ثم ينتج رصيته في الأرض ثم يدعي أنه هو الرب والعياذ بالله رجل قصير أفحج متباعد الفخذين جعد كثير الشعر أعور رجل أعور وإن ربكم ليس بأعور لا ولد له ولا ذرية له له جسم رجل جسيم أجل الجبهة أجل الجبهة أي واسع الجبهة عريض النحر يخرج من بلدة تسمى أصدهان يخرج معه سبعون ألفا من اليهود يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه نحو المشرق لما جاءه تميمون الداري وأخبر أنه رآه في جزيرة من الجزر في بحر من البحار قال النبي أولا إنه من قبل اليمن ثم قال لا لا إنه من قبل الشام ثم قال لا ثم قال ألا إنه نحو المشرق ألا إنه في بحر العراق وأنا أسألك وفكر أين يقع بحر العراق العراق والمقصود به مشرق المدينة وأي بحر يكون في مشرق المدينة لا يخرج الدجال تعرف ما تيخرج الدجال يخرج الدجال والناس في ذهول عن ذكره الناس ليسوا يعني في خبر الدجال ولا يتذاكرون الدجال ونسوا قضية الدجال وفتنة الدجال حتى يتركوا ذكره على المنابر نسأل الله العافية وذلك في الفتنة التي ذكرناها فتنة الدهيماء والناس في فصطاطين فصطاط إيمان وفصطاط نفاع والجهاد قائم والناس يقاتلون في سبيل الله يقول النبي في ذلك اليوم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده نسأل الله العافية وإياكم تظنون الدجال القضية سهلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة قال من سمع به فلينأ عنه ليهرب من الدجال ولا يواجهه يزعم أنه قوي الإيمان وأن عنده علم وأن يعرف أن هذه فتنة لن يستطيع عليه الله يا عبد الله إن سمعت به في بلد خذ أهلك وخذ أولادك أغرب إلى أي بلد تريد وهرب من الدجال والمصيبة الكبرى أنه يسير في الأرض كلها بأربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم ولا يدع أرضا في الأرض إلا وطئها إلا مكة والمدينة وقيل وجاءت في الحديث المسجد الأقصى ومسجد الطور لا يستطيع أن يدخلها يسير في الأرض معه فتن لا يعلم بها إلا الله عز وجل من خوف الناس في ذلك الزمان وخوف أهل الإيمان يفرون من الدجال إلى الجبال أغرب يا عبد الله إلى الجبال وادخل في شعابها خذ أهلك الناس في ذلك الزمان الرجل يربط أهله امرأته زوجته يربط نساءه في سارية في بيته يخاف يخاف أن يتبع أهله الدجال نسأل الله معافينا وإياكم تقول يعني أم شريك تقول يا رسول الله فأين العرب يومئذن يعني أين المقاتلون أين المجاهدون أين أهل الإيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم يومئذ قليل هم يومئذ قليل نسأل الله أن يعافينا وإياكم نسأل الله لا ليفتننا فتنة الدجال يقول النبي من سمع به في أرض فلينأ عنه طيب لو لا قدر الله واجهني الدجال لو رأيته لو جاء إلي وإذا بي أجده أمامي ماذا أصنع ماذا أفعل أثبت يا عبد الله الدجال خارج فيكم اسمعني الحديث الدجال خارج فيكم طبعا أول ما يظهر أمره خل بين الشام والعراق في طريق بين الشام والعراق ينتشر صيته وربما تسمع في الأخبار وتتناقل الصحف وربما تنتشر الأخبار بين الناس الدجال خرج الدجال خرج طيب لو واجهته ماذا أصنع ماذا أفعل قال عليه الصلاة والسلام فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا اثبت على الإيمان الله عز وجل تعرف صفاته يا عبد الله والدجال أعور علم أولادك من الآن أخبرهم صفات الدجال وأخبرهم أنه سوف يظهر وليست هناك فتنة في الأرض كفتنته فإذا واجهته استعذ بالله من الشيطان ثم ابدأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيما لينذر بأسا شديدا من لدن اقرأ أنت وأولادك وأهلك سورة الكهف اقرأ وائلها اقرأ واخرها والسشع للآيات وأنت تقرأها فإن الله سيعصمك منه يا عبد الله ثم علم أن الدجال عنده فتن لا تقل سوف أذهب لواجهه وأتصدى له يا عبد الله عنده فتن عظيم من فتنته انظر لبعض فتنه من فتنه والعياذ بالله أن من آمن به رزقوا بالخيرات والثمار وأمطرة السماء طيب هذه فتنة ومن كفر به من كفر به أجدبت أرضهم وأمسكت السماء وأصيبوا بالفقر والجوع والعطش طبعا الناس تتداول هذه الأخبار تقول الناس من آمن بالدجال رزق بالخيرات ومن كفر به حرم من هذه الخيرات اليوم فتنة الناس ما هي فتنة الناس في الدنيا يريدون فقط الخيرات والأموال والثمارات ليفكرون بالإيمان بالله عز وجل أو بغيره كيف بأيام الدجال نسأل الله العافية هذه فتنة عنده فتنة أخرى يا عبد الله عنده جنة ونار ناره جنة وجنته نار الآن تسمع كلامي وربما يعني تقول لا أنا أعرف إن شاء الله جنة نار ونار جنة لكن لو رأيت أمام عينيك النار بيده نهر من نار ماذا ستفعل يا عبد الله نار تلضى جحيم يا عبد الله من كفر به ألقاه بالنار ومن آمن به دخل هذه الجنة ماذا ستصنع يا عبد الله لو رأيت هذه الفتنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من رأى هذا قال فليأتي ناره هذه النار قال وليغمض يعني أغمض عينيك يا عبد الله لأنك ما راح تتحمل وليغمض ثم ليطاطئ رأسه ثم ليشرب منه ماء بارد الله أكبر من يستطيع أن يتحمل هذا من يستطيع يا عبد الله أن يثبت في ذلك الموقف إلا من ثبته الله جل وعلا استعب الله اصبر يا عبد الله اثبت يا أمة الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم لعلكم تفلحون بل عنده فتنة ثالثة عنده فتن كثير من فتنه والعياذ بالله أنه يأتي إلى الإنسان فيقول له تؤمن بي يقول له لا أنا لا أمن بك أنت الدجال فيقول له أرأيت إن أحييت أمك وأباك إن أحييت أمك وأحييت أباك طبعا الدجال ليس لوحده معه عشرات الألوف جيوث تسير معه وهو يسير كالغيث إذا استدبرته الريح كالسحاب والريح ترسلها ويسير في الأرض كلها ليس أرضا إلا يعطاؤها الأمر عظيم والفتنة كبيرة يقول للرجل أرأيت إن أحييت أباك وأمك أتؤمن بي فيقف الرجل هل صحيح يستطيع أن يحيي أبي الذي مات منذ سنوات طويلة وأم التي ماتت منذ سنوات طويلة فجأة تخرج أمه من قبرها ويخرج أبوه من قبره فتقول له أمه ويقول له أبوه يا ابني يا ابني قد رأينا ما لم ترى اعبده فإنه ربك نسأل الله العافية شيطانان يتمثلان بصورة أمه وأبيه فيقولان للرجل يا ابني يا ابني أطعه فإنه ربك تدارك نفسك يا ابني يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا فتنة في الأرض لا تمر على الأرض مثل هذه الفتنة والناس يتحصلون بالجبال تقول لي أين المجاهدون لمن يقاتلونه تقول لي أين المؤمنون المرابطون أين هم أين هم إما متحصلون بالجبال أو اختبأوا في بيوتهم أو تحصلوا بمكة أو بالمدينة بل يذهب الدجال يريد أن يدخل المدينة والعياذ بالله يريد أن يدخلها لكنه لا يستطيع فيقف عند جبل من جبالها وشعب من شعابها فيرى المسجد النبوي اسمع لي هذا الكلام اليوم المسجد النبوي بني يا عبد الله إذا رأيته من بعيد فإنه أبيض أليس كذلك أبيض صور من بعيد بصور كثيرة ثم إذا رأيت منظره اليوم والله كأنه قصر من القصور اليوم المسجد النبوي من رأى التوسع الجديدة يراه بأنه قصر أبيض هذا الوصف هو الذي سوف يذكره الدجال يقول لأصحابه وجنوده أترون هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون طبعا يريد أن يدخل المدينة ما يستطيع تستقبله الملائكة بالسيوف تمنعه يخرج شاب من أهل المدينة من خير الناس فيقول للناس هذا هو الدجال الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي إليه فيضربه بالسيف جزلتين يقطعه نصفين فيمشي الدجال بينه هذين النصفين ثم يقول له قم فيقوم مرة أخرى طبعا هذا كل بإذن الله عز وجل يرى الناس اختبر الناس فيقول له الدجال أتؤمن بي الآن فيقول لا والله أنت الدجال مزدت بك إلا بصيرة أنت الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام فيريد الدجال أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه لا يستطيع ويسير الدجال في الأرض ويفتن الناس ويقتل من يقتل ويحرق من يحرق ويفتن من يفتن والناس معه جيوش يعني تخيل الأرض في ذلك الزمان هل يعنى الناس بعيش هل الناس في ذلك الزمان يبحثون عن أموال أو عن تجارات لا والله إما مؤمن يحفظ إيمانه وإما كافر قد انغمس في كفره ليس بين هذا وذاك شيء فيتبع الناس إلى فلسطين يريد أن يقاتلهم يريد أن يقتلهم فيتحصل الناس في بيت المقدس يتحصل المؤمنون ويحصرهم في بيت المقدس فيزلزلون فيزلزالا شديدا الآن يريد أن يدخل بيت المقدس ما يستطيع والناس قد زلزلوا وخافوا وارتجفوا يعني ماذا يفعلون وماذا يصنعون واليهود قد تجمعوا مع الدجال في فلسطين يريدون أن يقتحموا بيت المقدس والمؤمنون فيه كل قد حافظ على دينه يريدون القتال في سبيل الله وهم في ذلك الوقت قد تجمع بعض المسلمين وكثيرون منهم قد تجمعوا في دمشي يفكرون بالجهاد الآن ويريدون القتال يريدون أن يتحصنوا مع بعضهم البعض ماذا يصنعون ماذا يفعلون والمهدي في ذلك الزمان معهم وهم في ذلك الوقت قد أذن الفجر ويصلون عند المنارة الشرقية في الجامع كما قال بعضهم في الجامع الأموي الآن الذي هو موجود من الشام قد الناس توافدوا لصلاة الفجر والمؤذن قد أذن الله أكبر الله أكبر في ذلك الزمان إما أنت من أهل صلاة الفجر وإما أن تكون من أتباع الدجال والعياذ بالله أو ربما تكون من أهل يعني النفاق والضلال فإذا بالناس يتوافدون إلى صلاة الفجر فإذا بهم يسمعون أن الغوث قد جاءكم أن الغوث قد جاءكم يا أيها الناس يا أيها الناس أتاكم الغوث أتاكم الغوث فيقول الناس ما الخبر ما الخبر فإذا بعين سبن مريم ينزل على أجنحة ملكين الله أكبر والناس تنظر من هادان الملكان ولم ينزلان الآن علينا إن على أجنحتهم عيسى بن مريم قال الله جل وعلا وإن من أهل الكساب إلا ليؤمنن به إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أين البجال الآن في فلسطين تحصن هو واليهود وأتباعه من الضلال المشركين الكفار وبعض المسلمين في بيت المقدس يتزلزلون متحصين في بيت المقدس وجيش من المسلمين الآن في الشام في دمشق ومعهم المهدي وعيسى بن مريم قد نزل وأقام الناس صلاة الفجر فإذا بعيسى بن مريم يدخل في الصلاة فيقول المهدي لعيسى تقدم تقدم يا نبي الله فيقول عيسى بن مريم لا أنت صلي بالناس إمامهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم ينزل عيسى بن مريم رجل إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ جمان كاللؤلؤ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو إني لأرجو أن يطال بي في العمر فألقى عيسى بن مريم قال فإن عجل بي موتي يعني إذا مت قبل أن أجد عيسى بن مريم فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام فليقرئه مني السلام الله أكبر من هذا إنه عيسى بن مريم يا عباد الله الناس الآن كلهم فرحون كلهم مستبشرون بعد الخوف الذي أصابهم بعد الرعب الذي نزل بعد الفتنة العظيمة التي جاءتهم من الدجال طبعا كل أربعين يوم هذه الفتنة والمهدي لا يمكث في الأرض إلا سبع سنين أو ثماني وكذلك عيسى بن مريم كلها سنوات قليلة معدودة وإي بعد أن يصل المؤمنون الفجر ماذا يصنع عيسى بن مريم يقوم عيسى بن مريم في الناس فيأخذ حربته أي يبدأ القتال في سبيل الله من يقودهم إنه نبي الله إنه عيسى بن مريم روح الله وكلمته فإذا به يبدأ القتال عيسى بن مريم لا يحل لكافر يراه إلا ويموت يذوب كما يذوب الملح في الماء لا يحل لرجل كافر يجد نفسه إلا ويموت إنه نبي الله فأخرج المؤمنون يكبرون ويبدأ الجهاد في سبيل الله ويبدأ القتال فيذهب عيسى بن مريم إلى فلسطين وإذا بالدجال يسمع بالأمر وإذا باليهود يريدون القتال لكنهم لما يسمعون أن عيسى بن مريم مع المؤمنين يختبئون خلف الأحجار ويختبئون خلف الأشجار ويبدأ المسلمون يقتلون فيهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله فتعال فاقتله الله أكبر إنه الجهاد في سبيل الله إنه القتال وفي النهاية يرى عيسى بن مريم الدجال من بعيد فيبدأ الدجال بالذوبان يهرب يريد الخلاص ويبدأ يذوب ويدوب لكن يسلط الله عز وجل عيسى على الدجال فيضربه ضربة برمحه فيقتله بها الله أكبر الله أكبر قل جاء الحق قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربما تكون يا عبد الله أنت في جيش عيسى ربما تقاتل مع المهدي ربما تقاتل في سبيل الله ويكتب الله عز وجل نصر الإسلام على يديك لمنى عبد الله تجحس من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق وبعد أن ينتصر المسلمون ويقتلون اليهود في مقبرتهم وينتشر الخير بين الناس إذا بالله عز وجل يقول لعيسى يا عيسى يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم لا تستطيع لا أنت يا عيسى ولا غيرك لن يستطيع على قتالهم يا عيسى حرز عبادي إلى الطور حرز عبادي إلى الطور يا عبد الله آيات آيات ربما نراها وربما نشاهدها إلى متى يا عبد الله ما تعتبرك إلى متى تنتظر فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا فقد جاء أشراطها أشراط الساعة كلها تقريبا قد وقعت يا عبد الله لم يبق إلا هذه الكبرى التي أقولها لك الآن تصور ذكرنا الآن الدجان وذكرنا المهدي وذكرنا عيسى بن مريم عيسى لا يمكث في الأرض إلا سبع سنين لما رفع كان عمره ثلاثة وثلاثين سنة ثم يمكث في الأرض سبع سنين أي يموت وعمره أربعون عاما وفي زمن عيسى يخرج أجود وما أجود ويموتون إذن كل هذه العلامات الكبرى في سنوات قليلة يا عبد الله ثم ماذا تنتظر تنتظر اليوم الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فإذا بعيسى يخبر الناس أيها الناس أيها الناس هلما معي اذهبوا معي سيروا معي إلى أين يخرجون إلى رؤوس الجبال يذهبون إلى الجبال يجلسون فيها يتعبدون الله جل وعلا يصلون ويسجدون يركعون يستغيثون بالله جل وعلا تعرف من الذي خرج إنهم قوم يأجوج ومأجوج خرجوا ليفسدوا في الأرض فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء السد الذي بناه ذو القرنين الذي بدأ ينفر وبدأ قوم يأجوج ومأجوج منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم يحفرونه حتى قال النبي فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدرها كذا وحلق السبابة مع الإبهام أي بدأوا بالحفر وبدأوا بهدم السد في ذلك اليوم وعيسى في الأرض ينتصر على الدجال يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا ظالمين يخرج يأجوج ومأجوج في الأرض فلا يدعون فيها أخضرا ولا يابسا ولا إنسانا ولا حيا إلا سفكوا دمه وقتلوا من قتلوا وأكلوا ما أكلوا حتى يأتون على بحيرة كاملة فيشربونها فيأتي آخرهم لا يرى في البحيرة شيئا أين المؤمنون يستغيثون الله عز وجل على رؤوس الجبال تخيل الرجال والنساء والأطفال كلهم قد تجمعوا على رؤوس الجبال وعيسى بن مريم معهم يدعون الله جل وعلا ويستغيثون ربهم جل وعلا ولا يعرفون ما الذي يحصل في الأرض وما الذي يحدث ويأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض لا يدعون شيئا إلا أفسدوه ويفسدون في الأرض ويخربون ما يخربون ثم يظن يأجوج ومأجوج أنهم قد قضوا على أهل الأرض جميعا فيقولون بقي الآن أهل السماء فيرمون سهامهم ونشابهم إلى السماء فترجع السهام عليهم قد ملئ الدماء فيقولون شوف انظروا كيف يفتنهم الرب جل وعلا يقولون قضينا على أهل الأرض ولم يبقى إلا أهل السماء ثم يبتليهم الرب جل وعلا بدود يسمى النغف النغف دود يرسله الله عز وجل عليهم فيقتلهم جميعا فرسا صرعا كنفس واحدا كل يأجوج ومأجوج يموتون كموت رجل واحد بأي جندي لم يرسل الله عز وجل عليهم جيشا ولا ملائكة ولا جنودا من السماء بل يرسل عليهم دودا وما يعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو فإذا بهم يموتون الآن عيسى بن مريم ما يدري ما يدري من الذي حصل وما يدري من الذي جرى فيقول للناس من ينزل من ينزل فيأتينا بالخضر فيخرج رجل من خير الناس يومئذ فينزل من الجبال ويأتي إلى الأرض فيرى الجثث متنافرة ويرى الجيف ويرى نتنهم قد يعني زهمهم وقد أنتنت الأرض بجيف يأجوج ومأجوج فيرجع مرة أخرى فيبشر عيسى بن مريم ويبشر المؤمنين فينزل المؤمنون مرة أخرى وتضعوا الحرب أوزارها وينزلوا المؤمنون مرة أخرى إلى الأرض فيرون الجثث ويحمدون الله جل وعلا ثم يدعوا عيسى بن مريم ربهم يعني يا رب خلصنا من هذه الجثث من هذه الجثث من هذا النتن من هذه الرائحة فيرسل الله عز وجل طيرا أعناقها كالإبل تحمل الجثث تخيل المنظر تحمل الجثث أمام المؤمنين تحمل الجثث فترميها في البحار ثم يرسل الله عز وجل مطرا من السماء ويغسل الأرض هذا المطر ثم تخرج الأرض كنوزها وخيراتها وينتشر الخير في الأرض ويحكم فيهم عيسى بن مريم في ذلك الزمان يكسر عيسى بن مريم الصليب ويقتل الخنزير ولا جزية في ذلك الزمان إما الإسلام وإما القتل ويحج عيسى بن مريم إلى بيت الله يحج إلى المسجد الحرام ويهل بالبيت وإذا الخير ينتشر ثم يموت عيسى بن مريم ثم ماذا يحصل للناس يرجع الشر مرة أخرى وينتشر الشر مرة ثانية فجأة والناس يعيشون ويلتهون بدنياهم يسمع الناس بأن هناك دابة قد خرجت عند الحرم في مكة خرج الدابة ما قصة هذه الدابة دابة تتكلم حيوان يكلم الناس ومعه خاتم سليمان وعصى موسى تأتي هذه الدابة إلى الكافر إذا رأت كافرا فتخطمه بالخاتم فيتبين فيه علامة على أنفه أنه كافر وإذا رأت مؤمنا جلت وجهه بالعصى فإذا الناس يعيشون ويقولون للرجل يا كافر ويقولون للرجل يا مؤمن يا ويله من ختمت على أنفه بأنه كافر ويا حسن وحسن الرجل وسعادة الرجل الذي جلت وجهه على أنه مؤمن أي دابة هذه وماذا يحصل في الكون وأي نواميس يعيشها الناس ما الذي يحصل ما الذي يجري وإذا وقع القول عليهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس تكلمهم أن الناس ستكانوا بآياتنا لا يوقنون الدابة تتكلم تقول للناس أنهم بآيات الله لا يوقنون فتختم على هذا وتجل وجه هذا حتى يقولون يعني من سرعتها أنها تجوب الأرض بلمح البصر نسأل الله أن يعافينا وإياكم أما الآن العلامات التي ستذكرها هذه الآن خلاص على خراب العالم سوف تكون وسوف تكون في النهاية الأخيرة وهذه العلامات تكون على قرب ووشك النفخ في الصور هذه لا نعلم ترتيبها ولكنني سوف أسردها لكم صردا فجأة الناس ينظرون في السماء ما الذي يحدث ما الذي يجري حيوان يتكلم بل الجماد يتكلم في آخر الزمان ما الذي يحصل بين الناس العلم ارتفع المصحف قد ارتفع بل أكثر من هذا وذاك يا عباد الله يأتي على الناس زمان الكعبة تهدم حجرا حجرا بل هذا المسجد النبوي الذي ترونه اليوم يعج بالمصلين بالمعتكفين يأتي عليه زمان لا يدخل فيه إلا الكلاب والسباع حتى يمر الرجل فيقول قد كان في هذه حاضر من المسلمين ما الذي يحدث في الأرض ما الذي يجري يا عبد الله تدارك الأمر يا عبد الله أسرع إن لم تحج فحج إن لم تعتمر فاعتمر إن لم تزر مسجد الحرام فزره يا عبد الله إن لم تحفظ شيء من القرآن فاعتكف على القرآن وقرأ القرآن لا تكن لا تكن كما قال الله عز وجل فيهم اقترب للناس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الكعبة ستهدم وكنزها سيخرج والمدينة ستهجر والمسل والمسل النبوي يأتي عليه زمان لا يصلي فيه أحد ويخرج على الناس في السماء دخان دخان فيه عذاب شديد فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم إذا رأى الناس هذا الدخان تعرف ماذا يقولون كل الناس راح تؤمن لكن هل ينفع الإيمان في ذلك اليوم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون تدارك نفسك يا عبد الله علامات الساعة الكبرى إن ظهرت واحدة فإن البقية تتلوها بسرعة بادر بالأعمال في تننك قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبع دينه بعرض من الدنيا يوم من الأيام يوم لم يمر بالدنيا يوم مثله أتعرف أي يوم هذا يوم يصبح فيه الناس في الأرض وقد طلعت الشمس من مغربها لا إله إلا الله أي يوم هذا طلع على الأرض والله لو بكى الناس دما والله لو خروا سجدا والله لو فعلوا ما فعلوا فإن الله عز وجل قد أغلق باب التوبة عليهم يوم ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا إذا رأى الناس هذا المنظر ربما تكون الدابة في نفس اليوم يعني ربما تكون الدابة أو طلوع الشمس أو هذه الأمور في نفس اليوم في يوم واحد ربما يقع هذا كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأاه الناس أي رأوا الشمس طلعت من مغربها طبع الحياة مستمر ولا زالت يقول آمن الناس جميعا لكن هل ينفع نفسا إيمانها والله لو بكى الزنا ولو تاب أهل المخدرات ولو دمعت أعين أهل الربا ولو سجد تاركو الصلاة فإن الله لا يقبل توبة أحد منهم قال الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا عبد الله بادل بالتوبة من الآن لا تقول إذا رأيت هذه العلامات سوف أتوب أقول لك علامات الساعة الكبرى والله لن يثبت فيها إلا الصادقون إلا المؤمنون حقا إلا الذين دخل الإيمان في قلوبهم إلا الذين خالط الإيمان نفوسهم إلا الذين قرأوا القرآن وحافظوا الصنة يا عبد الله من الآن استعد سوف يكون في آخر الزمان تسمع بخسوفات نعم خسوفات كثيرة وقعت في الأرض لكن في آخر الزمان سوف تقع ثلاث خسوفات عظيمة منها خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ما الذي يحدث؟ نواميس الكون تختل ما الذي يجري؟ القوانين بدأت تختل يا عبد الله ما الذي يحدث؟ الأرض تتبدل الشمس تخرج من مغربها الحيوانات تتكلم الجماد ينطق الدخان يخرج في السماء الأرض تنخسف الزلازل تكثر الكعبة هدمت المصاحف رفعت الأرض لا يقع فيها لا يوجد فيها حتى من يقول الله الله المؤمنون قبضت أرواحهم تخرج ريح من اليمن تقبض أرواح المؤمنين لم يبقى في الأرض إلا شرار الناس يا ويلة يا ويلة من لم تقبض روحه إذن بقي مع شرار الناس إذن بقي مع الذين سوف تقوم الساعة عليهم بقي مع الشرار الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يا عبد الله تجهز من الآن يا أخي الحبيب أدرك نفسك من الآن احرص على التوبة احرص على القرآن أكثر من الأذكار استغف بالله علم أولادك علم أهنك ذكرهم بما ذكرتك به الآن أخبرهم أن الساعة قد اقتربت أخبرهم أن القيامة قد أوشكت أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة عبد الله أخبرهم أن الساعة قريبة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ثم فجأة تخرج على شرار الناس نار من اليمن نار عظيمة تخرج ثم تسير في الأرض ثم تجري في الأرض نار تحشر الناس تبعد الناس تخوف الناس والناس ينقسمون على طرق وأفواج فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون عندهم دواب يسرعون يهربون من هذه النار إلى أي جهة طبعا النار تخرج من الجنوب من اليمن وتحشر الناس إلى الشام تأكلهم أكلا تحشرهم وتخوفهم إلى الشام فيصرع الناس منهم من عندهم المراكب والدواب ومنهم فوج يمشون تارة ويركبون تارة اثنان على بعير ثلاثة على بعير أربع على بعير يركبون تارة هذا تارة يمشي وهذا تارة يركب ويهربون ربما يصدهم شيء من النار لكنهم ينجون وصنف تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم فتأكلهم النار ثم يسيرون ثم يسيرون إلى الشام قبعا في ذلك اليوم لا في مصاحف ولا في صلاة ولا في عبادة ولا في أهل إيمان ولا يقال في الأرض حتى كلمة الله لا ينطق بها في الأرض لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس فيهرب الناس ويهربون ويسيرون فإذا بهم يجتمعون في أرض الشام في ذلك اليوم يأذن الله عز وجل بنهاية هذه الدنيا وبنهاية التاريخ بأن يقف الزمن وبأن ينتهي كل شيء كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا ويل من كان مع شرار الناس وشرار القوم فتقوم الساعة على رأسه عبد الله قول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم ونافخ الصور قد التقم القرن يعني مستعد متى يؤذن له فينفخ في الصور يقول كيف أنعم بعيش وكيف يهنأ لي بال وكيف يقر لي قرار ونافخ الصور الآن مستعد لأن ينفخ في الصور عبد الله هذه ذكرى وهذه موعظة أنا أجزم بأن الساعة قريبة وأنا أعلم أن الساعة قد اقتربت فالقمر قد انشق وأكثر العلامات الصغرى قد وقعت وربما بعض العلامات الصغرى لن يقع الآن إلا مع العلامات الكبرى ونحن الآن نستعد لنهاية التاريخ ولزوال هذا العالم لا تجرس وتقول لي إذن الآن أنتظر قيام الساعة ولن أفعل شيئا بل اجتهد بل كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قال إذا كان بيد أحدكم فسيلة سمع نافخ الصور ينفخ فليغرسها أي ليفعل العمل الصالح وبادروا بالأعمال قل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن عاملون اعمل يا عبد الله ولا تقل أنتظر قيام الساعة اعمل بطلب العلم بالدعوة إلى الله بالصلاة بالعبادات استعد يا عبد الله لقيام الساعة بالعمل الصالح بطلب العلم بنشر الخير بل اعلم أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا تقول إذن بعد هذه المحاضرة ماذا نفعل وماذا نصنع لما نعمل ولما نتكسب ولما نشتهد ولما نطلب العلم ولما ندرس ولما نفعل ولما نفعل أقول لك يا عبد الله بادر بالعمل حتى ولو كانت الساعة ستقوم الآن اعمل يا عبد الله واشتهد وتب إلى الله جل وعلا إياك 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 أن تأتي هذه العلامات ولم تستعد لها أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنصحك ختاما أن تعلم أولادك وأهلك وأحبابك والناس تعلمهم ما قلته لك من هذه العلامات ومن هذه الأشراط حتى يكون الناس على علم ويتجهزون وإذا رأوا هذه الآيات وهذه العلامات ازداد إيمانهم وازداد يقينهم بالله جل وعلا وازدادوا إيمانا بربهم تبارك وتعالى ويستعدوا الناس من الآن بالتوبة وبالاستعداد للقاء الله جل وعلا أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ديننا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزق قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أسأل الله جل وعلا انفعنا وياكم بما لك وصل الله وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر